على اعتاب البيت الابيض تتركز الانظار ترقبا لرئيس جديد يحكم اكبر اقتصاد في العالم لكن ثم تمنافسة اخرى تعدل اكثر استحواذا على اهتمام الاسواق وهي انتخابات الكونغرس وفقا لبنك الاستثمار شارلز شواب فان اقتصاد امريكا لعام 2025 سيتأثر بنتائج حسم السباق للسيطرة على الكونغرس اكثر بكثير من الفائز بالرئاسة خاصة ان المشرعين سيواجهون قضيتين مهمتين هما سقف الدين والضرائب والانتخابات تتضمن اختيار جميع اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا وتصويت الاختيار ثلث اعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو وفي مجلس النواب يتمتع الجمهوريون بهامش اغلبية قليلة فهم يزيدون باربعة مقاعد فقط عن الديمقراطيين ومن الممكن ان يتحول ذلك بسهولة الى سيطرة الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر اما مجلس الشيوخ فانها مش الاغلبية الديمقراطية اصغر فهو يزيد بمقعد واحد عن الجمهوريين ويمكن ان يتحول ذلك بسهولة الى سيطرة الجمهوريين ايضا في نوفمبر الكونغرس غلق العمل بسقف الدين الفيدرالي حتى الاول من يناير 2025 ويتعين على الكونغرس رفع او تعليق السقف بصورة دورية اذ ان الاخفاق يؤدي الى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الاولى في تاريخها تزداد حساسية الوضع نظرا لان عدم اليقين بشأن موعد معالجة الكونغرس لصقف الدين والقلق من التخلف المحتمل عن السداد قاد تقلبات عدة في الاسواق خلال السنوات الاخيرة الضرائد قضية اخرى مهمة تنتظر المشرعين الامريكيين فمن المقرر ان تنتهي جميع التخفضات الضريبية لعام 2017 بما في ذلك ضريبة الدخل والتركة وغيرها بنهاية 2025 قضايا مهمة على طاولة الكونغرس في 2025 واقتصاد يعاني ضغوطا عدة في ظل ازمة عالمية ما يجعل السياسات الحاكمة للكونغرس الجديد محط اهتمام المستثمرين في الولايات المتحدة والعالم ربما اكثر من الحاكم الجديد للبيت الابيض